جاي في توقيت هو الأهم على مدار الموسم لمواجهة كلاكت تاني مرة الأهلي والودات كانوا برضو نهائي دوري الأبطال السنة دي مع اختلاف الظروف والملابسات السنة دي في تكافؤ فرص في عدالة ومساوة البداية في القاهرس وما العودة في كازابلانكا إجمالاً كده شايف خلينا أخذ منك تقييم للفرقتين الأول قبل ما أشوف أروح للسيناريو ماتش الحد اللي جاي شايف إزاي مشوار الفرقتين في البطولة يا فاروق خلينا نقول إن مشوار الودات في البطولة كان مشوار مش ممتاز قوي ومش سيء هو مشوار متوسط أو يعني فوق المتوسط بشوية هو واحد من أفضل فرقة الدفاعية في البطولة ولما نستعرض الأرقام هنلاقي إنه هو الفريد اللي قال لاستقبال الأهداف وده اللي ميزه شوية في البطولة وقدر إنه هو يصعد بيه لمراحل متقدمة هلت متوقع إنه يوصل النهاية على حساب كالذي هقول لك حاجة الودات قبل سفين ما ييجي حاجة مع جريده كان حاجة وحاليا الودات حاجة تانية خالص الودات الحالي شايف إنه زفين من دمروك عمل تحول في فترة شهر لإنه زفين كانت فيه مطالبات كبيرة جدا من جمهير الودات إنه هو ييجي من بعد إقالته أو من بعد رحيله بمعنى أصح من الجيش الملكي لإنه هو كان معروف الدوري مغرب إنه هو أفضل مدرب بصمته آه ما قدرش حق إنجازات كبيرة مع الجيش لكن هو الجيش حتى قبليه ما كانش الفريق اللي بيقدر ياخد بطولات لكن هو نافس على البطولات الدوري المحلي وقدر يرجع تاني بالجيش للبطولات الأفريقية والجمهير المغربية كلها سواء جمهير الرجاء أو الودات كانت عارفة نسبين واحد المدارب البلجيكي طبعا واحد من أفضل المداربين الموجودين في قارة أفريقيا ولما راح السعودية كان فيه مطالبات حتى مع جريده اللي قدر يحقق نتائج إيجابية ويصعد بالفريق لنص النهائي كان فيه مطالبات إنه هو ييجي تاني الودات لأنه كان فيه كلام عن الرجاء وفيه مفاوضات تاني مع أكتر من نادي في المغرب فالودات سبق وقدر يجيبه في وقت حرج ما حدش توقع إنه فريق صعد نص النهائي وفريق مكمل في بطولة أفريقيا آه نتائج المحلية شوية فيها تراجع لكن كان قرار جريء إنه يتعاقد مع سبين لأنه في الملعب إنت لو شفت نتائج الودات ممكن شوية نتائج بتروح وتيجي لكن في الملعب الأداء كان يعني مش أفضل حاجة الجمهير ما كانتش راضي هي معاها نفس الفرقة اللي كانت أغلب الفرقة اللي كانت بطل أفريقيا وحق الدور المحلي فما كانش فيه تغيرات فنية كتير لكن شوية كان فيه تأثر معناوي اللعبت الودات ولما جزبين رفع المعنويات بشكل كبير قدر إنه هو يحقق فوز أعتقد إنه يفرق جدا جدا مع الودات حتى في المستقبل الفوز على سانداون مباركة صعبة جدا كانت عنق زجاجة بالنسبة للودات هو مفاس هو تخطى سانداون يدر إنه هو يتأهل في ملعب صعبة جدا واحد من أصعب الملعب لو كان جريده موجود أعتقد كانت المباراة تبقى محصومة لسانداون بالنسبة كبيرة جدا كان ممكن يكسبه حتى في المغرب لأن جريده كان فيه اهتزاز كبير جدا فنيا وفيه عدم استقرار في المغرب هو صحيح تولى المسؤولية من حوالي شهر أو أقل كمان من شهر لكن في النهاية ما تقدرش تقول إنه هو غريب على الكرة المغربية أو غريب على الودات أو غريب إجمالا عن الكرة الأفريقية أنا قابلته هنا في السادسة وهو بيدرب الجيش الملكي ولما كلمته عن الأهلي في الوقت ده حافظ الأهلي ومفصصه حتة حتة وعارف كل اللعيبة وعارف مين عناصر الخطورة وعارف مين عناصر المؤسرة فهو مدرب جديد قديم تقدر ما ترهينش أهو على فكرة تولى المسؤولية من فترة قسيرة وأنه ده ممكن يكون عامل حسم في مباراة للحد اللي جاي وبعدين الميزة كمان الفنية أنه عارف كويس اللعب المغربي ويقدر إزاي يكسب بفرقة مغربية أي مباراة لأن التعامل مع الفرقة المغربية سيبقى جميعا فرقة شمال أفريقيا نتكلم عن المغرب عموما أنت عشان تكسب بالفرقة المغربية في شوية أسرار وتركات في الملعب لو لعبت عليها هتقدر أن أنت تعمل مباراة جيدة وتقدر تقطف الماكسة والحد دلوقتي كل النتائج وانتصارات حتى محليا قدر يفوز في المبارتين في أوقات كمان كان هو مش أفضل فريق يعني ضد المغرب التطواني تفرجت على المباراة ما كانش هو أفضل فريق داخل الملعب كان المغرب التطواني كان أفضل مباراة أخيرة لكن رغم كده إدريك ساب 2-0 وحقق يعني وهو نفسه في المؤتمر أنا مش راضي على الأداء الفرقة وحنك عندنا مشكلة